الكلام لازم يكون بحساب مخصوص ربنا يكفينا شر المستخب في النفوز الوحدة لو فتفضت مرة مع صحبتها مش بعيد تاني يوم تجي في سرتها وتقول دي كانت بتقول وتعيد يخت الشر برة وبعيد اوعي تدي سرك لصحبة ولا قريبة بلا خيبة ده حتى الجز من دولة واتباح بحتي معاه مرة تبقى وقعتك مرة مش بعيد لما تتخنق معاه يفتح في القديم خليك في السليل سرك في عبك واكتمل نفس انما لو الكلام عليك كبس اهرف اي حاجة والسلام مع نيلة ولا سخاء ما تأخذونيش بقى الكلام كبس علي هنفجر لو ما حكتش على اللي بي اخدت بعدي ونزلت من البتة هوا دهنا في قلبي كلام يشبه النوة وقفت تاكسي مع رجل اخلاق اللي يشوفه ما يقولش ده سواء قلت في عقل بالي اطلع الشخنة اللي جوايا يا مستمعين هو انا هقابله تاني فيه وابتدت الكلام عن الدنيا فدل تهري وما وقفت استنى كل الهموم دي شيلاها ده انت عايشة في متاهة ربنا يا قدارك على اللي انت فيه اتكلم يا ست ستة ليه؟ فدلت اتكلم عن جراني اللي ما يعرفوش الأصول وصحباتي اللي بيرغو في المحمود حكيت له على حماتي اللي بتغزني عن مال على بطاة وعن جوزي وفن شغال ما اكدبش عليكو لقيته سواء منه قدب وحسيس عملت له طلب ادفع الفيس وخدت رقمه عشان لو احتكتو في توصيله ولاد الأصول دول بنلاقيهم بالتيلة وبقيت لما احتاجوا في ايوتها مشوار اطلبه سواء بالليل او بالنهار يقف قدام البيت وعليه في الأرض ابن حلاله ما بيفوتش فرد لدرجة اني مرة نصيت شنطتي في العربية لقيته بيرن علي وبيقول السلام عليكو وعليكو السلام لمو اخزة يا مدام بعد ما نزلتي لقيت شنطة سيادتك في العربية معايا وحاجبها لك كمان شوية اصلي في زبون طلعت معاه مشوار اوصله وتلاقيني واقف على الباب زنهار ساعة بالتمام لقيته جاي وبيقولي شنطتك يا مدام ما نقصش منها خردالة قادي الأخلاق وإلا فالة أوراق موجودة زي ما هي والمفاتيح والفلوس بحطت ايدي أخدت الشنطة وشكرته عالجميل فعلا ابن حلال وقصيل بعدها بكم يوم كنت رايحة لحمتي المسلمين وهو كان معايا كمان هنقضي اليوم بحاله عندها عزمانة عزومة قباها قلت اتصل بالسواء على طول إنما لقيته بيقول سامحين يا ست الناس ورايا مصلحة صغيرة إنما هبعتلك سواء سكارة هيوصلكم ويرجع بيكم دانتو زبايني وأنا شريكو على كل حال متشكرين يا سيد الاستوات إحنا هنقعد عند حماتي يجي سبع ساعات يوصلنا ويرجع لنا لما نتصل بيه والتامن جزي هيرديه خيرك سابق وكرمك زاد بالمشيقة هتلاقي السواء في المعاد وفعلاً لقيت السواء واقف قدام باب العمار ما يتخيرش عن الأولاني في الأدب والشطار وصلنا البيت حماتي في منتهى الهدوء فعلاً السواء فن وأدب وزوء بس لما حبنا نرجع البيت ما ردش علي قلت مش سمع الموبايل ولا مشغول شوي أخذنا تاكسي من على الشارع وروحنا آخر انبساط بس لقينا الشقة على البلاء أتاري السواء الأولاني كان تعلب بصحيح ساعة ما لأ الشنطة عمل نسخة على المفاتيح وطبعاً عارف أسراري ومعاه تحرقاتي يا أخواتي بس أنا برضو غلطان عشان برطرت في الكلام لساني ده عاوز يتشد بالجاب عيني عليا